السؤال اللي بعد كده السلام عليكم عند وفاة شخص محرم عند وفاة شخص محرم لي رأيت وجهه بصورة أحزانتني فوضعت يدي على جبهاته لأتحقق فوجدتها كما يكون الإنسان غاضبا جدا يعني عنده كأن فيه عروق نفرة فيه ووشه مليان حمرار مثلا أو كده يعني فهل ممكن هذا من فعل الشيطان أم أنه حقيقة علامة يدل لذلك بالنسبة للمتوفي أنا شاف أنه علامة يدل عند حضرتك مش عند المتوفي نفسه أنا حاسس أن فيه حاجة كده غير يعني حاجة محتاجة اتزان شوي هو أي حاجة تحصل دي يبقى دي من الشيطان يبدو أن فيه عندنا مخاوف تتعلق بالشيطان وعدم اتزان في ملف الجن والعفاريت والشيطان لا هو ممكن يكون سبب وفاته حتى لو هو إحنا شخصناه على أنه هو توفي وفاة طبيعية قد يكون دهت من تغيرات فيسيولوجية حصلت في جسده على افتراض أن أنت شفتيه دهت حقيقي مش أنك أنت كنت متوقعة شيء أو خايفة من شيء أو أنت نفسك خايفة من أن الموت يحصل لك علامات غير طبيعية فيدل ده على أنك أنت في آخر ما حصل لك إيش حسن الخاتمة ما فيه ناس كده فيه ناس بيخافوا من عدم من عدم حسن الخاتمة فيتخيلوا خيالات تتعلق بالموت لا ده مش دليل على أي حاجة غير أنه ممكن يكون ده دليل على تغير فيسيولوجي فيه جسد المتوفى الله يرحمه لا ده علامة على أنه ساءت خاتمته ولا ده علامة على أنه كان دخل في جسده الشيطان مثلا لا ده مش صحيح كل الكلام ده كلام مش صحيح وهذا الشخص إن شاء الله يكون في رحمة الله سبحانه وتعالى وفي نعيمه وفي بركته السؤال بعد كده من حساب نور بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارح الصلوات فتتني وكأنها كل الصلوات يعني وأما رجعت ما كنتش قادر أصليها كلها السؤال لحضرتك هل ممكن أصليها تاني يوم مجمعة كلها بنفس بنفس الوقت يعني الفروض كلها مثلا بعد قضاء صلاة الظهر اليوم مثلا أصلي الصلوات كلها ولا كل فرد مع الفرد اللي زيه لا نصلي كل الصلوات كلها كلها مش كل صلاة مع كل فرد احنا بنعمل الكلام ده لما تكون الفوائد كتيرة لكن خلاص احنا مكتوب في ذمتنا اني عايزي الصلوات كلها صلوات قضاء كلها صلوات قضاء فهي في ذمتي وأنا مأخرها لا أروح أصليها كلها عشان الله سبحانه وتعالى يغفر لي وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى عن هذا التقصير وإحنا بنقول للناس بدرو الصلاة مش أتاخد منكم وقت كثير وأعرف ناس كتيرة لما بيصلوا الصلوات وبيكونوا مجهدين ربنا سبحانه وتعالى وكأنه بيغسل قلوبهم وبيغسل أجسادهم وترتدي إليهم العافية ويحسوا أن الله سبحانه وتعالى مسح على قلوبهم وعلى أجسادهم بيده الرحيم الحانية فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يحافظون على الصلوات في أوقاتها يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر